بأجواء تلأت بالفرح والسرور استقبل أبناء العاصمة عمان أول أيام عيد الأطحى المبارك بالتكبير والتهليل وتبادر التبركات والتهان والدعوات بأن يعم الأمن والفرح كافة أرجاء الأردن التقرير التالي والمزيد بصباح بدأ بالتكبير والتهليل استقبل الأردنيون أول أيام عيد الأطحى المبارك بأجواء امتلأت بالفرح والسرور والتي تتميز عن سائر أيام السنة بتقوص خاصة بنعاد علينا إن شاء الله باليوم والسلامة لكل الأردنيين أول إشع منا صلاة العيد وبعدين ضحينا وبعدين اتيسرنا على شغلنا لأن أنا كديل السياحة اليوم عندي شغل فأطلعت فأقول كل عام وأنتم بخير للأسرة الهاشمية وللوطن وللأردن كل عام وأنتم بخير إن شاء الله بنعاد علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين بالصحة والسلام يا رب وبحب أعيد على الشعب الأردني وعلى جلالة سيدنا وبقوله كل عام وأنتم بخير الله يعيد علينا بالصحة والسلام وعلى جلالة سيدنا وعلى الأم العربية والله يحفظ دايما المملك الأردني الهاشمية بالأمن والأمان من مظاهر عيد الأطحى مشهد يعد الأبرز به هو توزيع الأضاح التي بالرغم من تفاوت أسعارها إلا أن أسواقها شهدت إقبالا جيدا في أول أيام العيد بلهفة وشوق كبيرين ينتظر الأطفال هذا العيد الذي يدخل الفرحة إلى قلوب الكبار وأضعافها إلى قلوب الصغار الخالية من هموم الحياة ومشاغلها هالسنة مرتين الواحد بس بفرح شوي بنا أطفال من هالخطيرية وكل عام وانتوا بألف خير والحمد لله رب العالمين إحنا اليوم زي ما أنتم شايفين اليوم دينا اشترينا وضحية والحمد لله الله تمام علينا وذبحنا وإن شاء الله الله قدرنا على فعل الخير إن شاء الله الصبح صحينا من النوم وعملنا الواجب اللي علينا الديني الحمد لله وقمنا بالضحية الحمد لله رب العالمين اليوم ضحينا الصبح وروحنا على صلاة العيد وأسرنا الأقارب وزيك والبلد الحمد لله بخير والدنيا بخير الحمد لله مدام موجود فيه أمان كل شيء الحمد لله عيد الأطحى ما زال يحمل في طياته الفرح والسرور فاتباع السنن وصلة الرحم لها نكهتها الخاصة في هذا العيد بالرغم من قلة الإمكانيات لدى المواطن إلا أن العيد يطفي ملامح السعادة والبهجة على الأمتين العربية والإسلامية موسيقى